اشتركوا في القناة وقبل تلك المباراة خاض المنتخبان مباراة الذهاب في اطار التصفيات نفسها بالمجمع الرياضي لمير ملاي عبد الله بالرباط حيث كان يقود اسود الاطلس محمد فخير المدرب الحالي للجيش الملكي وهي المباراة التي انتهت بفوز اسود الاطلس بهدفين لصفر سجلهما كل من مروان شماخ وامبرك بصفا وتحت قيادة بدو الزاكي كان المنتخب المغربي قد اجرى مبارتين امام منتخب ملاوي في اطار التصفية المزدوجة لكأسي العالم وافريقيا سنة 2006 حيث تعادل المنتخبان بالملاوي بهدف لمثله وسجل للأسود انذاك يوسف السفري اللاعب السابق للرجاء الرياضي في حين تغلب المنتخب الوطني المغربي في مباراة العودة بالمجمع الرياضي لمير ملاي عبد الله بالرباط باربعة اهداف لواحد وسجل للأسود في تلك المباراة كل من مروان شماخ ويوسف حجي بواقع هدفين والحسين خرجاء وفي 24 يوليو سنة 93 تسعمائة والف وفي اطار تصفية امم افريقيا تونس 94 تسعمائة والف ويشاركه منتخب ملاوي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريقه في هذه البطولة القارية بعد الاولى سنة 1984 في الكوديفور والثانية سنة 2010 في انجولا في اول مشاركة له في النهائيات القارية سنة 84 تسعمائة والف خرج المنتخب الملاوي في الدور الاول بعد احتلاله المركز الاخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة كما ودع البطولة في الدور ذاته في ثاني مشاركة له في النهائيات سنة 2010 باحتلاله المركز الاخير في المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط وبينما يحتل المنتخب الوطني المغربي المركز 28 عالميا والثاني افريقيا فان منتخب ملاوي يحتل المركز 129 عالميا والخامس والثلاثين افريقيا ويضم المنتخب الملاوي في تشكيلته 11 لاعبا يمارسون في الدور الملاوي المحلي وخمس لاعبين محترفين في الدور الجنوب الافريقي ولاعب واحد محترف في الدور الروماني واخر يلعب في الدور الجورجي ويشرف على تدريب المنتخب الملاوي المدرب الروماني ماريو مارينكا وقد عين في المنصب مؤقتا في السادس من شهر دجنبر 2021 بهدف قيادة المنتخب في نهائيات كأس امم افريقيا كان الكاميرون وتأهل منتخب ملاوي الى الدور الثاني في نهائيات كأس الامم الافريقي الحالية كان الكاميرون محتلا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد اربع نقاط جمعا من فوز وحيد على زمبابوي وتعادل امام السينيغال مع العلم انه انه هزم امام وفي اربع وعشرين يوليوز سلات وتسعين تسعمائة والف وفي اطار تصفية امم افريقيا تونس اربع وتسعين تسعمائة والف فاز المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة المرحوم عبدالله بليندا على منتخب الملاوي بهدفين لصفر سجلهما كل من سعيد الركبي اللاعب السابق لنهضة سطاط ومحمد السابق الملقب بالسيمو اللاعب السابق لاتحادي طنجا وقبل تلك المباراة خاض المنتخبان مباراة الذهاب بمركب الامير ملاي عبدالله بالرباط وهي المباراة التاريخية التي شهدت هزيمة الاسود تحت قيادة مدربهم انداك عبدالخلق اللوزني بهدف وحيد وفي عام 1985 تقابل المنتخبان المغربي والملاوي في مبارتي الذهاب والاياب عن تصفيات مونديال ست وتمانين تسعمائة وألف بالمكسيك حيث آلت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في حين تغلب الاسود في مباراة الاياب بالمغرب بهدفين لصفر سجلهما الرجوي السابق مصطفى الحداوي والعسكري السابق سعيد دحان وفي الخلاصة يحتل تاريخ المواجهات بين الملاوي والمغرب في طياته ثماني مواجهات انهزم الاسود خلالها في مباراة وحيدة والغريب انها كانت بالمغرب في حين تفوقوا في خمس مباريات كانت اثنتان منها بالملاوي وتعادل المنتخبان في مبارتين بالملاوي ايضا ويشارك منتخب ملاوي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريقه في هذه البطار شكرا